انطلقت اليوم أولى جلسات لجن المحور المجتمعي بالحوار الوطني وذلك بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع ويناقش المحور المجتمعي على مدار جلستين قضايا الولاية والوصائع على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعية وأكد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني أحمد زايد خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني إن الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة مضيفا أن التقافة هي العمود الفقري للمجتمع وفي الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعية قالت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي نسرين البغدادي إن العلاقة بين الأسرة والمجتمع علاقة تكاملية ولها أهمية كبيرة في بناء المجتمعات